السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجع لكم في فيديو جديد ومحاضرة جديدة وتعتبر هاي المحاضرة هي محاضرة مكملة لموضوع Structural Analysis اللي هو التحليل الهيكلي او الانشائي واتكلمنا في محاضراتنا السابقة عن Simple Trusses وعن Space Trusses وحكينا عن المسنمات او الجملونات وتعتبر المسنمات والجملونات هي من الحياكل الحديدية اللي تكون بها قوة الشد في كل جزء منها او قوة أو الضغط فنسميها بال فتكون اما قوة شد او قوة ضغط وبالتالي حسبنا احنا السابورتس الخارجية بالهياكل وحسبنا الانتيرنال فورسز في كل اجزائها بمحاضراتنا او فيديوهاتنا السابقة في هذا الفيديو هنتطرق عن موضوع اخر اللي هو الفريمز اند ماشينز ايضا هو من كتاب هبلر وهذا الكتاب اللي يحشينا عن كل التفاصيل والخاصة بالفريمز اند الماشينز يعني الهياكل والمكان فعادة احنا اخذنا مصطلح الفري بادي دايقرام الفري بادي دايقرام اللي هو مخطط الجسم الحر وفي مخطط الجسم الحر عرفنا انه لكل اه جزء او لكل آلة او لكل ماشين او لكل فريم يعني لها مجموعة من الاجزاء يعني على سبيل المثال وليكن مثلا عندي هذا البلايس اللي احنا نسميه هذا عندي جزء وهذا جزء ويرتبط بمنطقة بن حتى يشتغل هذا لقبض الاشياء لا بد انه هناك قوة او انه بن فبالتالي انه يمكن انه اه ان اجزء هذا القطعة وهذه القطعة الثانية وكل وحدة احللها اه كفري بادي دايقرام خاص بها ومثل ما ذكرنا انه كل فري بادي دايقرام الى ثلاث معادلات كل فري بادي دايقرام الى ثلاث معادلات سميشن اف اكس وسميشن اف واي وكذلك سميشن مومنت طيب لو نروح على الفيديو او الصورة الواضحة امامنا احنا طبعا يقول for the frame shown draw the free بادي دايقرام draw the free بادي دايقرام هذا جدا مهم انه احنا لازم نعرف مخطط الجسم الحر طبعا عادة هو الشكل النهائي او الشكل الاصلي هو هذا هذا هو الشكل اللي هو انطانيا بالسؤال شن المطلوب من عندي المطلوب انه هذا الشكل اجي اه احسب مقدار القوى الداخلية ومقدار السابورت اللي تتخليلي هذا الشكل في حالة اكوليبريم او في حالة اتزان طيب لو نيجي على free بادي دايقرام لهذا الشكل كله هياته شوف الواضح امامنا هذا الشكل كله واضح امامنا حنشوف انه انا هنا عندي قوة بي وهنان انه عندي مومنت وهذا احنا مثل ما قلنا عليها انه هذا انه هي Pins او الهنج فبالتالي كل القوة اللي هاي AX و AY والCX والCY فبالتالي راح اشوف انه الشكل كله عندي كم ريأكشناني بي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس ريأكشنات بالاضافة للمومنت نفترض انه البي والأم هي معلومات قيمها فبالتالي انا عندي اربع ريأكشنات اريد اوجدها فبما انه انا عندي اربع ريأكشنات كم معادلة كfree body diagram لكل هذا الشكل عندي فقط ثلاث معادلات اذا كانت عدد المجاهيل اكبر من عدد المعاليم او اكبر اكثر من عدد الريأكشنات الموجودة فبالتالي لا يمكن الحال لذلك اش هسوي الجأ الى الطريقة او الجأ الى تفصيخ هذا الشكل حتي يكون اسحل علي فش نسوي انجز هذا الشكل الى جزئين انجز هذا الشكل الى جزئين فالجزئ الاول اللي هو حيتضمن انه منتصف انه من منطقة البن هذا والجزئ الاخر اللي حيتضمن هذا الجزء الثاني طيب اهنانا ش هنجي ايضا هنانا منطقة البن قلنا كل البن هي شنو يتألف من لكل فعل رد فعل يعني من ااخذ الجزء الايسر مرات بالسؤال يقول لك اريد القوة على المنبر AB مو على المنبر BC القوة B على المنبر فانت لازم نطلحها طلح هاي قيمتها هي نفس هاي قيمتها لكن هاي قيمتها تكون متعاكسة بالاتجاه يعني هاي اذا موجبة هاي موجبة لكن شنو الاتجاه لكل فعل رد فعل يعني اذا كانت هاي compression هتكون compression اذا كانت هاي تين شنو هتكون تين شنو الاخري بالتالي بما انه انا عندي هاي القوة الموجودة درستنا في فيديوهات سابقة فتشي اسمه two force members او المنبرز اللي ممكن انه انا احول قوة مالتها الى قوة يعني محصل يعني بدل ما تكون هاي قوة موجودة اقدر افرضها انه هاي القوة بهالشكل ليش هذا two force members وكذلك بالنسبة الهاية احنانا الصورة الواضعة عدنا فهذا شنو معناه هذا رح يخفف لي من عدد المجاهيل اللي عندي هذا حيخفف من عدد المجاهيل اللي عدنا طيب لنروح الى مثال اخر عندي هذا المثال عندي هذا الجهاز او العتلة هاي الخاصة اللي اذا ترفع عدنا هذا الحمل فبالتالي انا من رح اجي ااخذ هذا المنبر هنانا منطقة pin شوف من ااخذ الفري بادي دايقرام لكل الشكل هذا الفري بادي دايقرام هنا عندي قوتين ay و ax طبعا هاي الفرضيات انت بكيفك تفرضها يمنى يصرف وقجا والمهم انه هي فرضية هنا طبعا نجي ناخذ هذا بدون البكرة على سبيل المثال حيصر عندي هنا من اشي البكرة حتترك قوتين فحصر هنا عندي bx و b y وعندي هذا w الاسفل من اجي اجز اخذ البكرة واحدها فصير البكرة bx و b y وعندي هاي القوة t و هاي قوة t-mile هاي قد ما تكون القوة هاي تكون القوة لان هي قوة الشد واحدة فبالتالي راح اسهل علي عملية الحل احل هذا البارت اولا ومن ثم اجي اعوض قيمة b y و b x و اقدر اطلع بقية الريكشنات لذلك تكون عملية التحليل اسرع و اسهل طيب لو اروح على مثال اخر شوف عندي هذا المثال شوف هنا انا شمسوي نفس الحالة هذا عندي free body diagram لكل الشكل هذا 75 اذا هاي قدم يصر مقدارة ايضا يصر مقدارة شوف هذا الشكل كله هذا هنا الشكل كله ما عادة طبعا البكرات شوف اشي البكرات هنا ليش حتى اخفف من عملية حتى البكرة احللها واحد واجي اخذ قيم واسقط هنا هذا b x b y اللي هو منطقة البن هاي b x و b y هاي ايضا نفس الحالة c x و c y عندي هاي القوة ما اشهد منانا قطع عندي هذا منانا قطع عندي هذا منانا قطع عندي هذا منانا قطع 4 قطور فهاي اجي ايضا استخدمها واحولها هاي القيم شوف من الشي للبكرة انتبه على شغلة من الشي للبكرة هاي القوة تنشال وياها يعني هاي 75 تنشال منك فما تجي تتخلى ويا هذا الجزء تنشال وبالتالي حصر عندي منانا اخذ هاي الجزء هذا احلي لحطل ال b x و b y من سمواشن f x سمواشن f y اخلي القيم تيهنانا واوجد بقية ال reaction يعني هي هاي الامثلة اللي لازم تتدرب عليها عزيزي حتى تكون عملية التحليل لكذلك احنانا ايضا احنانا عندي قوة شوف هذا من اخذ هذا الذراع نانا صار عندي هاي القوة اللي هي جاية منانا هاي القوة هاي القوة مننا وكذلك عندي هاي قوة تمام هاي كذلك هي قوة نانا وطبعا هاي لما اشيل هاي pin فيصر قوة مننا وقوة مننا بهالشكل صار عندي مقدار هاي القوة الواضحة امامنا لو اجي اخذ فقط هذا رح صار عندي نانا لما تكون هذا على يسار هاي كانت على يمين لما تكون هاي لي جوه هاي تكون لي فوق شوف لي فوق فتكون وحدة متعاكسة بالنسبة للأخرى وبالتالي راح اسهل علي عملية التحليل هاي طبعا ما بيها تطبيقات فقط انه هي شون دا تتعلم عملية التحليل شوف هذا الشكل واضح امامنا ايضا هنا انا عندي قوة مائلة بما انه الزاوية 30 مع الافق هاي القوة مع العمود مثل ما ذكرنا فراح تكون القوة العمودية زاوية معها للعلاء 30 فبالتالي من اجيه احللها بنفس الطريقة راح اخذ هذا الشكل الواحد هذا المنبر شوف هنا انا قسمها ثلاث اجزاء قسم هذا الجزء واحد وقسم هذا الجزء واحد وقسم الجزء الاخير سواها ثلاث اجزاء شوف فكل واحد لما انتجي تحلله فكل واحد الى ثلاث معادلات R X MW FX R Y MW F Y وكذلك المومنت من شاء الله حنتطرق الى تطبيقات عملية في فيديوهات شكرا جزيلا لكم